طب الناس بتسأل النهاردة إلي خليني النهاردة أروح أشتري وليكن رز فيشتري مثلا سياً بـ 12 جنيه بكرة أروح ليه 13 بـ 14 بـ 15 وبعضهم كان بيقول يعني بعيت لي رسائق كتير وحتى بعيت لي تصوير للحاجة نفسها يعني أشتري من نفس المحل النهاردة وليكن بـ 12 وفاجأ إن على آخر اليوم زاد 10 جنيه زاد 5 جنيه في نفس اليوم مش تاني يوم الحقيقة دي حاجة دلوقتي طبيعية بالنسبة للتقلبات السريعة في العالم في نفس اليوم؟ ده كده الراجل اللي بيبيع روز النهاردة بقى عنده شاشة زي بورصة الدهب والبورصة الفلوس يعني في حاجات كتيرة بتحصل كده في ناس بتتغانى من حاجات مثلا تبوصل السلعة رفعت وعنده مخزون حسينة أستاذ عمر يقصد إنه في نفس اليوم إنه عنده مخزون بس فيه رخص في الأخلاق هنا الدشع من التواجر يعني معلش هو واخد بنفس السعر اللي حضرتك قلت عليه زي أنت قلت الحل اللي عندنا أحنا عندنا قضيطين قضية وعي وقضية أخلاق في التعامل مع بعض احنا عندنا الاتنين دولة اللي انت قلتهم الله ينظر عليك عمده الحقيقة بقضية الأخلاق وقضية الجشع والتجار أنا لا أعفي الحلقات الوسيطة والتجار من المسؤولية وأساسا مش كل الناس عند نظم يعني يعني أحضرني كلمة جالة فقامة سيد الرئيس الفتاح السيسي كلمة عجبتني أول ألف أمريكا وفي الدول الأوروبية ما بيجوش واحد حافظ القران كله يقعد على الحصال عشان ما يسرقش ده بيجيبه قانون يحكمه ما يعرفش يسرق فأنا التاجر لو شاف قانون لو أرفع السعر يتماسك في نفس الانسان هل ترغب في تقصير للجهات الرقابية على الحياة دي؟ أنا بأتكلم على إحنا برضو كشعب لازم يبقى عندنا الدور الرقابي أنا أبلغ والرقابة نفسها يعني برضو إحنا مصر مترامية الاعتراف ودرجى مثلا فيه تاجر في القرية لو أنت قلت التوميل نازل النهاردة الكرية كلها بتكفل المحلات وانت بتشوف فلازم المواطن يبقى هل الوقتي الأسعار اللي بيزيد في بعض المحاصيل أو في بعض السلع الغذائية مرتبطة بالحاجات إحنا بنستوردها ولا حتى في اللي بنزرحها؟ أنا أقول لك الحاجات في حاجات عندنا اكتفاية ذاتي منها فلما تزيد إحنا لازم نتسائل نقول إيه السبب؟ وفي حاجات إحنا بنستوردها من برا لما تزيد بإبقى السبب خائها خلينه في العنصر الأول الثاني هو دينا عارفينه الدلوقتي الحاجات اللي بنستوردها مرتبطة بالسعر كل الحبوب ڤجيا وزيون فإحنا لو زادت عالمياً نزيد عندنا لأننا بنستوردها في اللي احين عندنا اكتفاء فيه احنا عندنا مثلا الخضروات والفاكاة عندنا اكتفاة ذاتي فيها لكن عندنا حاجة المستلزمات بتاعتها بنستوردها فانا برضو التكلفة بتزيد عليها احساسة بازدراعها اه ارغم ان انا بزرع مثلا 500 الف فدان طماطم تكفينا محليا لكن انا بستورد او الطماطم كلها من برا بستورد المبيدات فلو زادت الحاجات دي بتزيد التكلفة بتقل الزراعات فبتزيد على ده